مرزا مرزا مسرحية من ثلاث فصول تأليف مصطفى بهجة مصطفى إخراج الشريف خاطر الفصل الأول المنظر قاعة عرش الإمبراطور مرزا في الناحية اليسرى وفي منتصف القاعة يوجد كرسيان مذهبان متباعدان قليلا أحدهما مغطا بقماش أخضر اللون أما الآخر فيعلوه قليلا ومغطا بقماش نبيتي باهة اللون لقدمه أرض القاعة مغطاة بسجادة رمادية حائلة اللون بلون الجدران في الناحية اليمنى من المسرح مجموعة مقاعد صغيرة واطئة كالتي نجدها في القاعات الشرقية ولقدمها تبدو غير صالحة للاستعمال يوجد للقاعة بابان أحدهما إلى اليمين عند مقدمة المسرح أما الآخر فإلى اليسار عند القاع يضاء الكرسيان إضاءة مباشرة لتبدو القاعة سابحة في ضوء خافت يطفع الضوء المباشر فيبدو هيكل الكرسيين فقط طابعا ظليهما هائلا على الجدار الأيسر ثم يتسلل ضوء النهار إلى القاعة من قاع المسرح يبدو القاع من الزجاج الملون بألوان قاتمة تمتص الضوء إلا بعضه الذي يتخلل المساحات البيضاء التي تتناصر عند أطراف الألواح يوجه ضوء قوي أرجواني على مرزا الذي يقف بين كرسي عرشه وكرسي عدالته أنا مرزا الإبراطور أنا مرزا سيد العالم أنا مرزا سليل الأباطلة أيها الراعي السليم كيف قرأت على كتابة مثل هذه الرسالة لمرزا كيف 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 نسي مرزا كل هذا الزمن رسالتك سترى كيف يعاقب بنزا من يهدده عندما يأتي بك قائد قواده إلى هنا أنا مرزا قاهر الأباطلة أنا مرزا الدموي أنا مولاي سليل الأباطلة أتقطع صلاتي يا غري لم تسمعني أردتل أيها الخنزير هل قدم قائد قوادي صنغ من رحلته أدخله حانا هيا هيا مرزا قاهر الأباطلة يأذن له بالدخول هيا هيا قائد قوادك يا مولاي لم يصل بعد ماذا تريد إذن ها ماذا تريد هذا الجمال هذا القائد الذي لا يقدر على امتطاء فرسه بمفرده سأجرده من نياشينه من رتبه من ملابسه حالما يصل سأقتله سأقتله ليلة كاملة لا تكفيه لكي يصل إلى الجبل ويقبض على الراعي ويأتي به إلى هنا لماذا تقف هكذا ها تريد سمع الأسرار التي أبوح بها الآن ها أعرفك أيها الوزير أعرفك مولاي المعظم ماذا تريد أجب حان ميعاد مقابلة مولاي سليل الأباطرة للملوك الصغار مرزا لن يستطيع الليلة مقابلة أحد قل لهم أن ينتظروا بل عليهم أن ينتظروا حتى يطمئن مرزا على هذا الكلب صنغ كان عليه أن يسرع في عودته قل للملوك الصغار إن مرزا مشغول الليلة بعالمه لن يضيرهم لانتظار ليلة أخرى ليلتين شهرا شهرين سنة إنهم يريدون العودة يا مولاي إلى ممالكه هيسمون البلاد التي يحكمونها ممالك ماذا أسمي الإمبراطورية إذن أيها الوزير إنهم يريدون يا مولاي تقديم الهدايا والسبايا إلى جلالتكم قلت لك إن مرزا لن يستطيع الليلة مقابلة أحد هل أقول لك لماذا؟ لا فهذا سر مرزا لن يستريه حتى يعود السنخ ومعه الراعي وأوراقه اللعينة هيا لا تقف أمامي هكذا هيا هيا أتردهم هيا هذا تقليد يا مولاي لأبائك وأجدادك الأباطرة الأول ويجب أن لا ننقد ما أرسوه من تقاليد بل يجب أن نزيده أدنا مرزا سيد العالم للملوك الصغار بالدخول إلى هنا حال امتظر امتظر اجعل الضوء خافتا لأبدو مكفنا في الظلام والظلال اسمع أيها الوزير اسمع يجب أن لا يختلص النظر إلي حتى أظل اسما فقط أنا مرزا قاهر الأباطرة أنا مرزا سيد العالم مولاي وزير اسألهم عن هداياهم لنا يجب أن يسرعوا في عرض ما جاءوا به يجب أن لا يضيعوا وقت سليل الأباطرة هيا هيا عفوك يا سليل الأباطرة فلقد عمل قحط مملكتي وكم سفينة حملتها بهذا القحط أربعون يا سيد الأباطرة حملتها بالذهب والجواهر والبلور وثلاثون حملت بالعبيد والغلال كم سفينة حملتها بالغلال أعرفك يا عبد المال أعرفك أجب ثمانية 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 فقط مرزا العادل يقضي يومه كله هنا مصرفا أمور شعبه العظيم مقيما العدل ليصف ودمه وتأتي أنت قرابة الفجر لتعكره أيها الملك المخادر المخاتل كان مرزا يريد أن هل لا يشغل نفسه هذه الليلة بغير نفسه ولكن وزير مولاي يجب أن يعود دمي إلى صفائه وزير هل يقف بباب أحد الرعاية المنتظرين عدالتي إثناني أيها العادل كيف أدخلت الملوك إذن ولم يزن على بابي مظلوم قلت أثنين حل عليك غضب العادل أيها الوزير الظالم كان على هؤلاء الملوك الانتظار كيف يغمض لي جفن وفي إمبراطوريتي مظلوم كيف كيف يا ملوك تقدم ألم تقل إثنين أيها الكاذب وصلت حالا من بلدة البعيدة يا مولانا العادل لأعرض عليك شكاية انتظر إذن حتى يحل دورك نحن واقف آلي على بابك أيها العادل قبل أن تغيب الشمس وراء الأفق جمد البرد في الخارج أجسادنا توقفت الدماء في عروقنا أفواهنا ملئت بالصقي كفا كفا العادل في انتظار عرض كل منكما لقضيته تكلم انتظر فالبرودة التي تسري في الكيان تؤثر على طريقة النطق ولكي تعرض شكواكما بطريقة أوضح وبلهجة مؤثرة مملوئة بالحرارة يجب أن يسري الدفء إلى أجسادكم المجمدة وبما أن مرز العادل يقدس النظام فسيقلب النظام إلى عكسه ليصير نظاما آخر أنت أنت ستتكلم أولا ثم يعرض الملوك ما حمله إلينا من هدايا زائفة ثم يحل دوركم أيها الرعيان هيا هيا أخرج الآن هيا فلاح اعرض الآن قضيتك نحن أيها العادل هتعظم نفسك أيها الشقي يا سلام نحن جماعة من الفلاحين أقصد ذلك أيها الإمبراطور العادل الكلام الواضح المتسق يبين الحقيقة امضي يا سياف أكمل يا فلاح أنا أنا يا مولانا العادل أعمل مع أكثر من مئة فلاح في الأرض التي يملكها السيد أصفز نزرعها يا مولانا طول العام وكان صباح أمس يا مولانا العادل هو عيد الحصاد جئت لإبلاغي أن أمس كان عيدا لكم تضيع وقت العادل انتهى أيها الإمبراطور المعظم حصاد الأرض بالأمس فقط ونسميه يا مولانا المعظم عيدا إذ توزع علينا فيه أنصبتنا من الغلال للعام القادم كله اذكر الحقائق فقط اختصر ماذا حدث لم يوزع علينا المالك من الغلال إلا ما يكفينا شهرين فقط مصاف الدماء فصرخت فيه أنت أم الجميع بل أنا فقط مرز العادل يقدس الشجاع أكمل أيها الفلاح الفريد قلت له أعطنا يا سيد أصفز ما يكفينا العام كله فعزق الأرض يلزمه قوة اليد التي تقبض على الفأس والعرق يلزم لإسالته الوقود شيء مفهوم شيء مفهوم أكمل أيها الفلاح الفصيح فضحك ثم صرخ والتف حولي خمسة من رجاله المرضة وكتفوني ثم عروني ثم أخذ يلسعني بصوته حتى روا الدماء الأرض التي أرويها بالعرق هل أعطاك بعد ذلك نصيبك من الغلال؟ بل تردني من الأرض حتى كسرة خبز في حجم الكف كنت أقدمها خطفها مني رجاله وخير باقي الفلاحين بين أن يفعل معهم ما فعله معي أو يأخذ نصيبهم بعد إنقاصه إلى النصف هل يسود الظلم إمبراطوريتي إلى هذا الحد؟ تكلم أيها الوزير تكلم أكمل يا فلاح أكمل هل تضامن معك الجميع؟ بل خضعوا للمالك وبقوا هذا حسن حسن جدا لو تضامن معك الجميع لقطعت رقبتك ورقاب الجميع أن يثور الجميع يقضى على الجميع ولكن عندما يثور فرض يجب على العادل أن يقضى الصلاة وزير مر ثمانية من حرسي الخاص بأن يحضروا إلي المالك ما اسمه أيها الفلاحة؟ السيد أصفز يا مولانا العادل اسم جميل لمالك بشع جشع فليحضره رجال حرسي إلى هنا وبعدد مرات جلده لهذا الفلاح البسيط لابد أن نقلده تسعون جلدة يا مولانا العادل انظر انظر من اليوم يجب أن توزع الأرض على من يزرعها على من ينحني عليها وهو يعزقها فلاح قلت كم جلدة أيها الكاذب السبهون خسيت أيها الكاذب خسيت كلهم كذابون هكذا مخادعون هكذا يجلد هذا الفلاح عشرين جلد حظ يا مولانا يجلد المالك المدعو أصفز تسعين جلد ثم يصفد بالأغلال ليظل مقيدا في أرضه التي يملكها حتى الموت يحيى مولانا العادل هيا 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 هذا الفلاح يعود للعمل في أرض أصفز مصاص الدماء يحيى مولانا العادل يحيى مولانا العادل فلتتقدم أنت يا ملك عاد دم مرزا إلى صفائه ولا أحب أن يتكدر دمه مرة ثانية تكلم وأسرع في عرض هداياك لنا جئت يا سليل الأباطرة بمئة جمل محملة بالنفائس وبمثلها محملة بالخمور المعتقة أسمعت يا عبد المال أسمعت ولكن يا سليل الأباطرة أعرف ماذا تعني ولكن هذه أعرف هل أكلت جمالك أحمالها بل خرج إلي بعض من رجال حرسك يا سليل الأباطرة وأنا في طريقي إلى هنا واستولوا عليها وأنت إذن ذلك الجبان الذي هرب أمام حفنة من الرجال المسلحين بالسيوف والرماح أيها الكاذب تقول إن خمرك معتقة خمرك مغشوش يا مخاتل خمرك مغشوش لقد تقيأتها بالأمس بعد أن صببت في حلق منها زجاجة واحدة سأجازيك على هذا سأجازيك سأجعلك تشرب منها زجاجات بعدد الجمال التي حملتها بها مئة زجاجة كاملة هنا أمامي في ساعتين بل في ساعة واحدة فقط فوقت مرز الحاكم لا يسمح بالهزل ستخرج أحشاؤك من فمك أيها الغشاش المخاتل مرز لم يسمع منذ زمن بعيد كلمة صدق واحدة لا أستطيع أن أثق بأحد وأنت انتظر مكانك تسلل الضياء الفجر لتقتل الليلة هنا مضى وقت الحديث عن الهدايا بل انظر الآن وكونوا في انتظار إذن لكم بمقابلة ثانية لماذا تقف هكذا يا وزير؟ ها؟ هل لا؟ قائد قوادك لم يصل بعد يا سليل الأباطر وهل سألتك أنا عنه أيها الخنزير؟ أعرف حيالك جيدا أيها الغراب أعرف حيالك جيدا لا أريد أن أقابل بعد الآن أحدا أتسمع؟ هيا خرج لتنفيذ حكم مرز العادل هيا حاضر اسمع انتظر أرسل الجواري إلى الإمبراطورة المعظمة ليحضارها إلى هنا حاضر حاضر يا مولى حاضر القلق يعاودك يا مرزا القلق يعاودك مرزا سليل الأباطر لا يقلق ما الذي أخر سنغ عن معاد عودته؟ لم يعرف الطريقة إلى المغارة؟ ضل في الجبل؟ هذا الغبي كان عليك أن تذهب أنت يا مرزا هذه الرسالة أنا الراعي هستور وتقروا على ذكر اسمك أيها اللعين هل نسيتني كما نسيت اسمك القديمة يا مرزا قبل أن تجلس على عرش الإمبراطور الحور؟ أنا فقط من يعرف تاريخك القديم تهدد مرزا أيها الراعي الحقير تهدد مرزا أنا فقط من يعرف كيف نصبت إمبراطورا باسم مرزا ابن الإمبراطور الحور فلقد كنت معك يومها أتذكر يا مرزا يا ابن الراعي شركس والراعي بهادر أتذكر؟ لقد سجلت ماضيك على ورق هنا في كهفنا في الجبل لكي لا تنساه يا مرزا لكي لا تنساه أيها الراعي القديم لا لا لن يعرف ماضي مرزا أحد مرزا سليل أباطرة مرزا ليس ابن راعي وراعي مرزا ما الذي تقوله؟ ربما سمعك أحد اسكت اسكت تدخل زوجته الإمبراطورا سيرا تماما كالولد الشعر القصير الصدر الممسوح بلا أرداف وخلفها الوصيفتان ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنت الذي بعثت في طلبي أنا؟ آه إلي إلي يا ابنة هشمن الإمبراطور الذي لم يهزم قط لأن مرزا سيدة الأباطرة لم يعلن الحرب علي تعالي 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 يا سليلة عائلة جميعها حتى الجد الخامس والستين أباطرة تعالي أخرج آياتها القطتان البريئتان المدججتان بأسلحة الجمال وتعرفان لعبة الحب جيدا أخرج أتركان مع الإمبراطور الأثرية مليكتي أنا ماذا لو كان لنا ابن واحد فقط واحد فقط عشرة أعوام عشرون عاما لم أعد أتذكر متى تزوجتك يا سليلة الأباطرة منذ زمن بعيد جدا كل هذه السنين ولم نستطع أن نصنع فيها ولدا واحدا لماذا لماذا أنت أرض الجدباء يا مليكتي كم تصيبني هذه الحقيقة بالأحزان التي تفجر في قلب الأسى فتأتي عدالة العادل مصابة بالتجهم دائما آه يا زوجة سيد العالم أنا ولد واحد فقط ليس اثنان أو ثلاثة لا واحد فقط قبل أن يلفني الصمت داخله واحد فقط واحد يحكم دون منازع سيكون حتما ابن سيارة سليلة الأباطرة سيكون لماذا تغلقين فمك هكذا لابد أن تتكلمي أنا أتكلم كثيرا أصاب نداء النساء العين تكلمي يا مرأة أنا أدع لك يا ميرزا دائما ها تصرخين أيها الإلهة وأنا الذي يسمعك ثم لماذا لا أراك إلى دواري ميرزا يريد أحدا بجانبه أنا أعرف أمك السيرجا جيدا تتولى جميع الشؤون يا الحاكمة بينما أبوك هوشمن يتسلل إلى مخدعي محملا بأطنان الشحم الذي تستهلكه النساء اللي يشاركنه الفراش يغير فراشه أربعين مرة في اليوم أربعون امرأة كان عليه أن يحتفظ بمن يكتب عن النساء اللي يتقرعن هزله لتصير حكايات تتوارثها الأجيال القادمة لا لا أنا لا أحب هؤلاء الذين يدونون ما حدث في الماضي البعيد لا لا أنا 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 أختنق أختنق تحركي تحركي يا ابنة أمك سيرجا صفقي إن صفقي مرتين ليحضر الحكيم الأكبر هذا الحكيم لم يعد يصلح ليه كان عليه أن يقف بجانبي كلما احتكت إليه صفقي أيها الجباء العين يا سليلة الأمد صفقي أيها الحكيم يا سليلة حكماء إمبراطوريتي تقدم تقدم وارفع اليد التي تلتف حول رقبتي مرجى يختنق مرجى تقدم مرجى يختنق لا توجد حول رقبتك يا سيد العالم إلا يدو هل هل تصبح يدي هذه غريبة عن هذا الجسد قرأت عن حالة كهذه يا سيد العالم في إحدى مخطوطات القديمة وتسمى بلعنة سيطرة غير المعقول على العاقل أو كفا كفا يا شيئ أو لعنة سقيا الماء المالح للأرض الطيبة تقدم أيها السياف وقت رقبته انتظر 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 لأرى كيف تسهيد خيراتي في دمه أغمض سيفك وابتعد تعال يا صاحبي أيها الحكيم تعال تعال امضي أنت يا سياف وأنت أيتها الجباء هيا تحركي خروجي هيا 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 مرز الإمبراطور لا يحب أن يراك وهو متردد هكذا ما العمل وأنت صاحبي لعنت صحبتك أيها الحكيم لقد عفوت عنك اقترب مني اقترب اجلس هنا ألم تقرأ في مخطوطك القديم شيئا عن هذه انظر انظر إلى الإمبراطورة انظر كيف امتصرت ماء حياتها سيأتي عليها اليوم الذي تكف فيه تماما فتكسر الريح جذعها ربما عاد إليها يا سيد العالم ماء الحياة ثانية متى متى الزهرة لا تموت يا سيد العالم على غصنها لا أعرف ما تخفيه كلماتك التي تغلفها بالغموض تذكر أني أنقذت رقبتك منذ لحظة فقط أتسمي سيأرة ابنة هشمان زهرة نعم يا سيد العالم هذه الجدباء التي لا تصلح حتى للفراش هذا كلام لا يصح الخوض فيه معك فهي سيأرة سلية الأباطرة عليها اللعنة عندما ترقض إلى جواري يحس بأن الفراش حمل إلى عراء في ليلة الشتاء قاسية ثم تنهمر دموها الباردة فتتساقط دموع الحارة لتمتزج بدموعها وهكذا يغرق الماء في راشنا تتآكل بفعل السوس الكامن في كيانها تكدر دمي أيها الحكيم تكدر دمي يا وزير قائد قوادك لم يعد بعد يا سليل الأباطرة هذا الجبال هذا وهل سألتك أنا عن أقصد أنا في انتظاره سيعرف مني عندما يصل مرارة هذا الانتظار ولكن ولكن حتما سيأتي به كيف يعود الآن دمي إلى صفائه ألا يوجد ببابي مظلوم ينتظر؟ اثنان يا أعدل من حكم أدخلهما هيا هيا انتظر هل تذكر يا وزيري هذه الحرب الرائعة التي قدتها إلى عرش الإمبراطور ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ استمرت الحرب معه ثلاثة سنوات كاملة اجلس يا وزيري اجلس فذكر الحرب أروع من الحروب ذاتها لمن يا سيد العالم؟ هذا سؤال يوجهه حكيم؟ للمنتصر طبعا أو للمنهزم مني أنا؟ آه صرقت فيه عندما اقتحنت عليه عرشه هل تعرف لماذا أقاتلك يا طفوان؟ كيف أكون أنا على الأرض؟ ويطلق عليك شعبك صفة العادل آه كم ظرفت من الدموع على جثته يومها ولكن كان الحق في جانبي وفي أن أقتل أليس كذلك؟ أليس كذلك يا عحة؟ فات أوان السؤال يا سيد العالم أتحسب أني كنت أسألك عن شيء مثل هذا قبل إعلان القتال؟ إنك لا تصلح أيها الحكيم إلا لهذا الزمن فلم يعد أباطرة فيه غير مرزا من يقاتل مرزا إذن؟ إلى أين يا وزير؟ سأنادي على إجلس 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 ألا يستطيع مرزا الراحة قليلا دون هموم تشغله؟ ما الذي أخر عودته؟ ربما هرب الراعي منه ومعه أوراقه اللعينة لا 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 سيجده سيأتي به إلى هنا أتذكر أيها النزير تبكى الحرب الخاطفة التي قدتها إلى عرش الإمبراطور الصغير؟ ستت إمبراطوريته يا سيد العالم في أربعة أيام فقط كان يعلن دائما بأنه لا يوجد من يفضله في شرب الخمر المعتقى كان يدعي بأنه لا يسكر مهما شرب لا يوجد يا سليل الأباطرة من يفضله؟ منافق؟ أيها الطفيلي الدنيء كان عليك الانتظار قليلا للتفوه بمثل هذه الحقائق انظر انظر إلى الحكيم إنه لم يفتح فماه ابتعد يا وزير ابتعد المرة الوحيدة أيها الحكيم التي لم أبكي فيها بعد مصرع أحد من الأباطرة فبعد أن نفذ سيفي في قلب الإمبراطور الصغير لم تذرف عينها يدمعة واحدة ولكن شربت ثلاثة زجاجات كاملة من خمره المعتقى كانت رائعة لا تشعر بها في حلقك بعد شربها بل تجدها هنا في فوخك لم أدري ماذا فعلت بعد ذلك ربما حملت على ذراعي جثته وطلبت من قوادي أن أدفن معه أيها الوزير قم أيها المتملق الحقير انهض وأدخل علي المظلومين فلقد طال انتظارهم لعدالتي يا حكيم أنت تؤدي دائما ما يجب عمله دون أن آمرك فمرز العادل لا يحب وجودك وهو يرسي عدالة للظلم ألف ألف وجهة بينما يحمل العدل وجها واحدا انظر يا وزيري انظر كيف يرتدي لإثنان رداء الصقيع والظلم العدل رائع يا أعدل من حكم أكثر الناس ظلما أعلاهم صوتا في الدفاع عن العدل أيها الشرير امضي وقف هناك لا تدعيني تقى عليك هل أقول لهما لماذا عينتك وزيرا لمرزة ستقذفك عيونهم بجمرة الاحتقار المشتعل إني أمارس الهجل الآن فاحترام هذا الخنزير مفروض على الجميع لأنه وزيري هيا 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 عرض ما جئتما من أجله فلتكن أصواتكما خافتة فأنا أعلم إلى أي حد كان عذابكما فلتكن كلماتكما قليلة ولكن حملاها الحقيقة ميرز العادل في انتظار ما ستتفوهان به من أكاذيب هيا هيا يجب أن لا ندع العدالة تنتظر من سيتكلم أولا أنت أنت من جاء منكم أولا فليبدأ الكلام نحن الاثنان جئنا معا هذا يعرض النظام للخطر ما العمل إذا تكلمتما معا ضعت الحقيقة في انتزاج حقيقتيكما نحن الاثنان يا ميرز العادل قضيتنا واحدة لا خوف من أن تسود الفوضى إذن هيا هيا أعلاكما نبرة أكثركما عاطفة أقدركما على تصنع الحزن والأساء ألمعكما في حك الكذبة المنمقة أروعكما في الأداء والمزج بين كل هذه المخاوف وإخراجها بصورة عميقة مبهمة هو الذي يعرض القضية هيا جئنا إليك أيها العادل أنا وزوجتي ها زوجتك؟ أين هي؟ أنا أنت؟ نعم خسئتما خسئتما ميز العادل أخذ ميزان العذارة يهتز في يديه والسبب امرأة ارتدت زيارة قل فعلنا ذلك يا إمبراطورة الأباطرة خوفا من حراسك عندما تقع أعينهم عليها وهي في زي امرأة البرابة المتوحشون البهائم وكنت أسأل نفسي دائما لماذا لم تقف أبدا بباب امرأة اعرض شكواك هيا أنا وزوجتي نخدم عند السيد شابار شابار العجوش ها؟ شابار إنه يملك يا مولاي ثلاث مدن كاملة تذكرته الآن لقد صفعته على قفاه هنا ثم أمرته بصب كأس من بول أحصنة الحرس في فمه كانت ليلة رائعة سكر بعد أن أفرغ في جوفي الكأس الواحدة وكيف حال شابار هذا؟ طردنا يا مرزا العادل من خدمته سيف العادل سيتولى صفعه هذه المرة ولكن لماذا طردكما؟ انتدت أياديكما لا شيء لا تملكانه لحظة ضعف دعفع داخلي أقوى منكما رغبة قاسية يعرفها مرزا جيدا تملك شيء لا تملكانه هيا عترفا عترفا لقد حاول السيد شابار لاعتداء على زوجتي وماذا في ذلك؟ إنه يطعمها ويطعمك له الحق إذن في تأديبها وتأديبك أسكت أنت؟ يا امرأة هل أراد يا امرأة تأديبك بالصوت؟ أم بالعصى أم بالأه؟ حاول مرزا أن يخفي عن نفسه حقيقة عارية كهذه ربما جذبته أنت من لحيته أظهرت له من جسدك أشياء أجزاء أظهى بعد رؤيتها لا يعرف من هو أصبح أصبحت بعدها كل دنيا وغاية أعرف كنا أيتها النساء أعرف كنا جيدا اعترفي اعترفي هيا أنا أحب زوجي أيها العادل وزوجي يحبوني الصدق صوته خفيض دائما صدقت يا امرأة اقتربي اقتربي ابتعد أنت الأمر لها وحدها تعالي ما أجمل رائحة الرواث البقر أنا أحلب البقر يا مولان العادل ولا أحلب جاموس المزرع أنف مرزا فقط هي التي تستطيع التفريق بين رائحة رواث الجاموس ورواث البقر لا 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 تفزعي هكذا يا صغيرتي فمرزا يجس فقط الحياة في الجسد الممتلئ آه من هذا الكهل الخسيس سأجعل حرسي ينتفون لحيته أتحلو بين الماعز أيضا أنا الذي أقوم أيها العادل بهذا العمل فأنا أرعى أغنام السيد شابار أنت رعين إذن اقترب اقترب هكذا وجوه الرعاة دائما تبدو كأنها قدت من الحجر تقدم تقدم أيضا كيف ترعى قطيعك؟ تتقدمه أم يتقدمك؟ هل صعدت الجامل؟ أين مزمارك؟ أمرني السيد شابار بألا أنفخ فيه لماذا؟ قال السيد بأن شدوى مزماري زوجي يمنع الأجراء عن العمل بل يدفعهم إلى عدم تنفيذ الأوامر أسمعت ذلك يا وزيري أسمعت ذلك؟ مزمار راعي يفزع مالك المدن الثلاثة يريد أن يبطل نحيب المزمار أن يبطل شدوى ما الذي يملأ بالحب أحلام الصغار؟ ما الذي يجعل الرجال ترغب النساء والنساء تلعق باللسان الشفاء؟ ما الذي يرقى بالأرواح إلى قمة الجبل المقدس؟ أيها الوزير أيها الوزير أبسق تمخط بصوت مزرم شنيع أسرع خسيت أسرع ما الذي يفرغ في الآذان خرير الجداول ولا جداول تراها العيون؟ ما الذي يبرد الشمس وهي تلسع الراعي بالصياط؟ لا لا لن يقف الشدو المزمار لا لا هذا أختلق يا حكيم يا حكيم أيها الوزير تمخط تمخط بصوت مفزع أسرع أسرع حطم مزمارك أيها الراعي ولا تنفخ فيه أبدا هذا أمر سمطا سمطا هذه هي لي هذه هي لي وأحسست مع ذلك بالاختناق تدفقت الأصوات الحبيثة داخلك يا سيد العالم دون نظام صفة جديدة تضاف إلى صفاتي مرزا سجان الأصوات لا لا صفة مبذلة الابتدال يا سيد العالم أن نتصنع وجود الأصوات داخلنا بلا أصوات ما هذا الصمت الكئيب حتما سيعود الصنغ إلى هنا الآن سيعود ومعه لا 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 أريد أن يقلقني السكون ستطول صهرتنا معا هذه الليلة يا سليل الحكماء منذ الأزل اخرج تحرك ما زالت قضيتهما يا أعدل الحاكمين معلقة لن يستطيع مرزا العادل أن يمجج المتناقلات داخله لتصبح عدالته عادلة إلى أن يقدر ستسهلين على خدمتي أيها الفتاة وأنت سألحقك بخدمة سليلة الأباطرة زوجتي هيا هيا ولكن هل سنظل خداما هنا مرزا يسأل وليس لأحد أن يسأل أنت أنت يا صغيرة لا تغتسلي فرائحتك هكذا تطيب لي لا تخف لا تخف مرزا لن يقرب زوجتك ما لم تقربه هي يا وزير العادل أعلن الأحكام وبلغ الجميع الأوامر مرزا يريد أن يغفو يريد أن يعم الكون السكون ويطبق الصمت على الجميع لا يريد أصوات تأتيه من الخارج يريد أن يطلق الأصوات الحبيسة داخله أن يفتح لها سدادة القمقم مرزا يريد مرزا الراعي يجري خلف القطيع المغزل في يمينه المزمار المحطم في يساره مرزا يختنق مرزا يريد أن يحلم ولا يستطيع مرزا سليل الأباطرة يختنق ألم يرجع قائد القوات السنغ؟ لم يعد بعد يا سليل الأباطرة جئتني لترفع صوتك بالدعاء لي جئتني لتلتفى الهد كلها حول رقبتي لم يعد يكفيك يا جباء يدي هل أقمت يا مرزا راعيا على خدمتي؟ جئتني لتعرضي شكوى إذن انتظري أنا مرزا العادل سأحقق الآن شكواكي أيها الوزير مولاي إجلس مكانك ابن هذه المرأة جاءت تشكو سليلة الأباطرة جاءت للعادل يرفع عنها ظلما أثقل خطواتها هيا 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 يا مرأة على كرسي العدالة هذا لن يفخم مرزا أبدا أحدا أنا زوجتك يا مرزا أنا هنا قاضيك لا زوجك يا مرأة أنا ابنة الإمبراطور هوشمان حفيد الأباطرة عبد الجسد الذي يحكمه الفراش عبد اللذة الفانية أنا ابنة سيرج أعظم امرأة رجل في زي امرأة لماذا تزوجتني إذن؟ أنا هنا لازل يسأل وليس لأحد أين يسألني أه أعرضي ما تريدين قولي هي دون وضعه في صيغة سؤال هيا أنت تقتلني يا مرزا لا تقصدينني بكلامك يا مرأة ها هل أصابك الجفاف؟ هل أصاب الجفاف عقلك أيضا؟ عفوك أيها العادل فسليلة الأباطرة لم تقف قبل الآن أمام كرسي عدلتي اسكت أنت أنت تقتلني يا مرزا لا تقال هكذا هكذا تقال زوجي اسمه مرزا وهذا الزوج يقتلني واضح؟ لا أولد أن أكون أنا القاضي والمتهم كيف أرفع الظلم عنك إذا امتزجت عدالتي بي وأنا ظالمك؟ كيف؟ هيا انطقي كيف؟ عندما كنت صغيرة كنت أحلم بالرجل أي رجل؟ رجل لا يطفئ جمرة الحياة داخلي وهذا المرزا أهو الذي بسق عليها ثم واطئ الرماد بقدمه الحافية؟ رجل يحويني داخله يذيبني في أعماقه لنمتزج ونتحده وتكون البداية بداية معه أن أسيل في دمه وهذا المرزا ألم تسممي بعد دمه؟ دمي دم نقي دم أباطرة ودمه ودمه لو لم يكن سليل أباطرة لما راضيت بزواجه وهو مسمو مرزا مرزا هل كان راضيا عن زواجه منك؟ إذا لم يكن لماذا تزواجني إذن؟ ربما أجبر على ذلك كنت أنت أنت فقط لم يكن هناك إذن مجال للاختيار أساء الاختيار هل إذا أساء الإنسان الاختيار أصبح مختاره قدرا له؟ يا وزير أين الحكيم ليجيبني على هذا السؤال؟ هل جئتني هنا للمناقشة أم لسرد شكوى؟ انتظر يا وزير اجلس مكانك وأغلق فمك سأجلس على كرسي العدالة جلست ابدأي بداية جديدة لا يريد العادل أن يستمع إلى مهاترات بل إلى قضية يرسي فيها عدالته هيا عرضي شكواكي هيا لقد أدمى هذا الرجل حبي له وهو ألا يحبك؟ يحبني؟ إنه يقتلني هناك تعبير شائع ما هو يا وزيري؟ ما هو؟ يقال يا أعدل الحاكمين إن هذه المرأة قتلها حب رجل أو هذا الرجل قتله حب امرأة؟ هذا الخنزير يحفظ جيداً سمعت؟ سمعت يا أمرأة؟ وإذا لم يكن يحبك لماذا لم يقضي عليك؟ لماذا تركك إلى الآن تعيشين معه؟ أجيبي أجيبي أصبح تعذيبه لي جزءاً من حياته عادة لا يستطيع فراقها كم هو حقير هذا الرجل؟ كم هو خسيس؟ سأقتله إنه أنت يا مرج أنا مرزى للإمبراطور أنا مرزى الذي لم يسعى أبداً في حياته لتعذيب أحد سيفي لا يحيد عن القلب حتى لا يتعذب من يقتله أنا أبكي من يسقط أنا أبكي من يقع إليك حكمي إليك حكمي يا مرأة انتظري انتظري حتى تمتزج المتناقضات داخلي لتصبح عدالته عادلة يحكم على هذه المرأة بأن تجلد عشرين جلدة جزاء لها على زواج مرزى الغري أما مرزى فيحكم عليه بأن يظل مقيداً بهذه المرأة وإلى الأبد هكذا يسود العدل ولكن كيف ينفذ هذا الحكم يا أعدل الحاكمين ألم ينطق العادل بالحكم يا وزير؟ نعم يا مولاي نعم ولكن كيف تجلد سييرة سليلة الأباطرة؟ قلت تجلد هذه المرأة ألا تفهم؟ ولكنها فخامة الإمبراطورة سوكتك كنت لحظة النطق بالحكم قاضيها أم زوجها؟ أجب؟ قاضيها أيها العادل سعر ظهري إذن للراعي الذي أقمته على خدمتي ليتولى جلدي هو الراعي خادمك فقط هم تكن هذه أصل شكواكي؟ لقد ابتعدنا عن شكواكي إذن لا لا لن أنظرها الآن سأتولى فيما بعد بحثها من المعين بجلد النساء؟ لم تجلد قبل ذلك في إمبراطوريتك أمرأة؟ لأنه لم يحكم على امرأة بالجلد حتى الآن لا يعين جلاد للنساء أيها الوزير؟ هل نعينه رجلا يا مولاي أم امرأة؟ رجلا طبعا فلو قدر الامرأة أن تجلد امرأة أخرى لانقلب الجلد إلى مجزره هيا هيا أسرع لتنفيذ حكمه انتظر كيف نطق العادل بهذا الحكم؟ وهو على كرسي عدالته لابد أن خطأ ما قد وقع هنا على عرشي يأمر الإمبراطور ميرزا بجز رأسها ولكن هناك على كرسي عدالته كان من العدل أن يحكم بجز رأسه لا 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 ربما كان الحكم بالجلد لي وليس لها يا وزير هل سمعته جيدا؟ نعم لقد حكمت على نفسك يا ميرزا بأن تظل معي إلى الأبد أي رحلة رائعة موفقة يطويني فيها العذاب داخله؟ أنت لماذا تبدو كالأبلة الذي أوقف بطريقة خفية اللعاب المتدفقة من فمه؟ هل سمعت حكمي جيدا؟ لا يوجد فيه يا مولاي أي خطأ؟ لابد أن تغلد إذا سيارة سليلة الأباطرة فالنطق بالحكم على هذا الكرسي المقدس يعني تنفيذه مهما كان ظالما لا 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 داعي للتردد وإلا عمت الفوضى إمبراطوريته انضي الآن يا سيارة قلب سيد العالم قلب سيد العالم معك انتظر يا وزير لماذا تسرع هكذا؟ اسمع ماذا لو أتيت بامرأة مثلها تماما؟ جدباء انت الصماء حياتها ومنحتها اسم السيارة ثم جلتها أخيرا وجدتها سينفذ الحكم دون أن تمسى سيارة سليلة الأباطرة هيا هيا أسرع لتنفيذ حكم عادل هيا هيا أما أنت يا جدباء فلأول مرة يرسل عادل فيها عدلته ولا يصف دمه امضي الآن امضي لماذا تقفين هكذا لا تسمعين؟ تكلمي أيها البكباء تكلمي أنت سيارة أنت سيارة يا سليلة الأباطرة سيارة يا ابنة الإمبراطور هوشمن سيارة يا ابنة سيرجا أعظم امرأة سيارة أنا مرز الإمبراطور قاهر الأباطرة أنا مرز التبوي سأخترق لو لم تخرج هذه المرأة سأخترق من الذي أذن لك بالدخول إلى هنا؟ سمعتك تناديني يا سيد العالم أنا ناتيتك؟ ناتيتك أيها الكاذب ربما لم تسمع نداءك لي يا سيد العالم وسمعت أنت؟ كثير مما يجري داخلنا لا ندركه يا سيد العالم ولكن يدركه الآخرون لو لم تكن صاحبي لوضعتك في إحدى الغرف المخصصة لأعضاء مجلس رأي ومشورتي وجعلتك أثريا مثلهم نفذ الحكم يا أعدل الحاكمين كيف اخترت المرأة؟ ها؟ هل بكت؟ صرخت عندما لسع الصوت جسدها؟ لم تنطق أيها العدل ولم تذرف عيناها دمعة واحدة هل أدماها الصوت؟ بدأ جلدها بعد جلدها وكأنما لم يمسه الصوت قط لقد اخترتها مطابقة تماما لسيارة سليلة الأباطرة هذا الوزير الخنزير يحفظ جيدا لماذا تفكر؟ ميرزا يريد؟ لا يريد صمتا نعطقا بالكابة سكونا داويا بالقلق انتظارا أيها الوزير أريد أن تدوي حول أبواق القتال صرخات جيوش رهيبة ألم أقل لك يا حكيم بأن الليلة سنقضيها معا؟ سيصهر ميرزا الليلة ميرزا سيد العالم يريد أن يضحك كثيرا ويصر خسرخات عالية متتالية سأدعه يفعل دون أن أوقفه أيها أيها الوزير بلغ الجميع بأن سليلة الأباطرة سيسعد الليلة فليسهر وليسعد شعب العظيم حتى الصباح ليشاركوا الإميراطورة سعادتها يعلن الجميع بأن غدا العطلة لماذا؟ فليكن عيدا غدا عيد ماذا أسميه يا حكيم؟ لا 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 يهم أعلن أيها الوزير أن غدا عيد ولكن قائد قوادك لم يرجع بعد من رحلته يا سليلة هل ذكرته أنا يا خنزير؟ هل ذكرت اسمه يا؟ مولا يا سليلة الأباطرة ماذا حدث يا صمت؟ مولاي لا تستطيع الوقوف هل ستظل مقعيا هكذا؟ مولاي 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 كلمة أخرى منك وأمر بفصل رأسك ماذا حدث؟ حقا ماذا حدث؟ تريد أن تعرف سري أيها الخنزير؟ ابتعد 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 أغلق فمك وأنت أيضا أغلق فمك أنت تظن أن ميرزا كان في امتظارك متلهف علي عودتك أصابه القلق في غيباتك يهجه الشوق لسماع كلماتك سيختلك لو لم يعرف حالا نتيجة مهمتك تكلم 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 هل أخرت على أحد؟ مولاي أردس على عرصك يا سيد العالم ليضي عن زاد هل يستطيع ميرزا أن يثق بأحد؟ ما الذي كن بشبيل عمله قبل أن يدخل علينا هذا السن؟ كنت ذاهبا يا سليلة الأباطرة لأعلن أن الليلة ليلة سعادتك وما الذي أوقفك؟ هل ستظل مقعيا هكذا؟ أنت 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 مولاي ما الذي فعل بك هكذا؟ أخرج أيها الحكيم أخرج بل انتظر 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 شون اختكلم عثرت على الراع الكهل يا سليلة الأباطرة أين؟ في الكهف؟ أين هو؟ هنا هنا لا أحد هنا هل أفلت منك؟ لقد أغلقت عليه يا مولاي الغرفة المجاورة أيمن مفتاح هل أثار وجود أسيرك داخل القصر انتباه أحد؟ لا 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 يا سليلة الأباطرة لا إلا راعن راعن صغير كان يسير في ركاب فخامة الإمبراطورة زوجتك راعن؟ هل تحدث معه؟ لا أعتقد أقول هل تحدث معه؟ نعم أم لا؟ فقط عندما لمحه الراع الصغير تأخر عن ركب سليلة الأباطرة وظل محملكا فيه وكيف سمحت للراع الصغير بالاقتراب من أسيرك أيها الصعلوك؟ كنت لحظتها أفتح الغرفة يا مولاي لأدخله هل أغلقتها عليه وقت؟ نعم نعم متأكد إذن من أن أحدا لم يكلم؟ لم يحادث؟ نعم نعم يا سليلة الأباطرة سنغ سنغ رائح سأجازيك على هذا يا قائد قوادي المظفر لا 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 تجهد نفسك لا تتكلم إجلس 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 ميرزا لن يصيبه الاختناق ثانية سأقتله 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 ولكن هل تأكدت أنه هو؟ اعترف لي يا سليلة الأباطرة بأنه هو الذي بعث إليك بالرسالة مع أنه كاد أن ينسى ذلك لأنه أرسلها إليك من زمن بعيد ولم أتذكرها أنا إلا بالأمس فقط لماذا يا حكيمي لماذا؟ تريد أن أشركك في الحديث تريد أن تعلم كل شيء لم يعد في العالم أباطرة إلا ميرزا الإمبراطور سليل الأباطرة صنغ، صنغ، هذا الراعي كيف يبدو؟ إنه يا مولاي في الغرفة المجاورة أنا أسألك أنت؟ إنه يا سليلة الأباطرة في مثل طولك وهيئتك إنه يشبهك يشبهني أنا؟ لا أحد يشبه مولاي في هذا العالم أرأيت الكهف من الداخل؟ لقد ألقيت القبض على الراعي مولاي وهو فيه أما زالت جدراله مغطاة باللبات؟ أما زالت رائحة الصوف الناتنة تملأه؟ أما؟ سيأتي الوقت الذي يستطيع فيه ميرزا الاستغناء عن من يلعق له الحذاء أيها الوزير أراحة تغمرك يا ميرزا ستكون الليلة رائعة هيا بلغ الملوك الصغار بأن يحضروا إلى هنا ليشاركوا ميرزا الأعظم مباهجة انتظر خل افتح لجميع أعضاء مجلس رائع ومشورتي وسقهم إلى هنا هيا يا حكيم أين النساء؟ هل جهزت النساء يا حكيم؟ سلافتة يا سيد العالم أين هن؟ حالا يا مولاي آه رائعة رائعة هذه الفتاة ما اسمها؟ لا تهم أسماؤهن الحقيقية يا سيد العالم بل يهمنا ما نطلقه عليهن من أسماء ولكن ماذا أسميها؟ الحياة تملأ هذه الصغيرة وتفيض منها حولها نبع تتدفق منه أحلام معطرة أضواء زرقاء خافتة تثير الشجن رغبة ملحة في البكاء بلا دموع بلا دموع آه شعة مخضبة بالدماء تتسلل طاغية رغبة قاسية في التحطيم في الصراخ في القتل في الموت في الحياة وعندئذ عندئذ تتساقط الدموع المتحجرة أيها الغد فلنسمها غدا إذن يا سيد العالم أنت؟ لماذا تحضر هذه الممرورة إلى مجلس أنسي وسعادتي؟ لماذا؟ وهذه إنها لا تفضلها كثيرا ألا تكف حدقتها عن الدوران بمحجرهما؟ إنهما تريدان اتهام كل شيء هنا خسئت أيها الحكيم خسئت أيها الحكيم أنا لم أثق بك لحظة واحدة خسئت كانت كانت تكثيني هذه الأولى يا سيد العالم مغنية يحمل صوتها روعة السحر وغموض أحلام الليالي الدافئة والثانية تهتز بالطرب فيهتز لها الهواء من حولها فتثير في الإنسان حماسته وتنسط مباذله أما الثالثة يكفيني أن أنظر إليها كل الوقت فلابد إذن من الثلاثة معا يا سيد العالم كلام لا وزن له هيا هيا إجلس هذا كرسي العدالة يا امرأة انزلي انزلي يا حالد يا سيد أيها الحكيم كنت سأقتل غدي ستغنين الليلة يا امرأة أغنيات لم يسبق لك الشد بها أغنيات حزينة آسية ولكن فجري فيها الحياة هل تصلح هذه المرأة للمضاقعة؟ إنها تستهلك رجلا يا سيد العالم في ليلة واحدة تغني له وتمتص دمه سنغ ناسيك مرزة وأنت سبب سعادته نعم سليل الأباطرة نائم أتظن يا قائد قوادي أن هنا ميدان القتال ارفع رأسك لتشارك مرزة الدموي لياليه الرائعة الملوك الصغار يا سليل الأباطرة كان أمري لكم بالحضور إلى هنا لتشاركوني ليلة سعادتي سعادتنا في سعادتك يا سليل الأباطرة ولتنفيذ حكم من أحكام عرش سيد الأباطرة بأن يشرب أحدكم مئة زجاجة كاملة من خمره المغشوش في ظرف ساعة واحدة رحماك يا سليل الأباطرة مرزة لا يريدوا الولة ليلة سعادته اجلس وإلا أمرت بفصل رأسك اجلس أعضاء مجلس رأيك ومشورتك يا أحكم من حكم كان أمر مرزة لكم بالحضور إلى هنا لأن رؤياكم بعد خروجكم من أقفاصكم مباشرة تمنحه سعادة فائقة الرأي رأيك والمشورة مشورتك والسعادة لك لك وحدك يا أحكم الحاكمين يا سليل الأباطرة كيف يسعد مرزة أيتها الأبقار إذا لم يسعد معه الجميع؟ السعادة أن تمانحها يا أحكم الحاكمين يا سليل الأباطرة اجلسوا ولا تنطقوه حتى لا يتكدر دم مرزة في ليلة عيد سنجلس دون أن ننطق حتى لا يتكدر دم أحكم الحاكمين سليل الأباطرة في ليلة العيد يا حكيم اجلس بجانب النساء لا 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 تجلس هنا بل لا اجلس هنا إلى يميني أول مرة تجلس فيها إلى يميني يا حكيم أول مرة غيرت فيها مكانك من الاسار إلى اليمين أي حلم قليل رهيب ستحدث حتما أشياء رائعة مخيفة أي ريح خفية تهب عاتية من الشمال تهف متهادية من الجنوب أنت سنغ هل تحدثت مع الراعي أيها الصلوك لا لا قل الحقيقة لم يحدثك عن التكلم قل ماذا قال لك قال أشياء يا سليل الأباطرة كنت سأقتله عندما تفوه بها أي أشياء مولاي تكلم مولاي أتعصي أوامر مرزة أيها الجبال تكلم قلت له قال قال إن مولاي ليس ابن الإمبراطور حور بل بل يشبه فقط ابنه الذي اختفى مولاي أقسم بأني كنت بأني بأني كنت أشتره بسيف لحظتها ولكن أوامرك يا مولاي كانت بألا أقتله حتى حتى عندما دوخني في الجبل حتى ضللت الطريق لم أستطع أن أمد يدي إليه لأقتله حتى أصبحت هكذا هل صدقته يا سنيل الأباطرة أنا أنا قائد قوادك يا سنيل الأباطرة وهل إذا كنت ابن راعي حقيقة القيوش تدين فقط بالولاء لسنيل الأباطرة يا وزير لماذا تقف هكذا أيها الخنزير لماذا تقف هكذا مرزى فوق قمة مكد صرخ بما فيه الكفاية ويريد الآن أن يضحك من القلب قبل أن يختنق فيه الدم الأسود المصفى بالأحزان هيا هيا انضي أيها الغرب وادخل علي حاملا كاساتي من البلغور لأرى فيها طالع المسكين حاضر يا مولاي حاضر كأس واحدة لهن ثلاثة تدور عليهن بانتظام فالخمر تدير رؤوس النساء وأخاف على كؤوس من التحطيم لا 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 تعطي صنغ كأسا حتى لا يبوح بما يحمل من أسرار لن أعطي هذا الملك كأسا يا سليل الأباطرة ليعب من زجاجاته مباشرة خمره المخشوش أعطي الأبقار كؤوسهم الصغيرة ارفعوا كؤوسكم الفارقة هكذا فمرز الأعظم سيريكم كيف يرى في كأسه طالع لا لا ليس هذا طالعي لن يكون أي الطالع شوء هذا لا 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 ليس كأسي أنا أعرف أنا أعرف رعبتك قل إن هذا ليس كأسي بل بل كأسك يا سليل الأباطرة ربما اختلت عليك الأمر اختلت الأمر علينا جميعا يا سيد العالم خذ الكأس هذه وارقب فيها طالعك هذا حقا طالعي مرزا لن يموت هكذا لن يموت هكذا أيها الحكيم يا صاحب الوحيد في هذا العالم الذي أملكه شونغ شونغ أين الأوراق أية أوراق يا سليل الأباطرة أية أوراق الأوراق التي خطها راعي الأوراق التي أرسلتك من أجلها لم أجدها يا مولاي شونغ 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 لم تجدها قل الحقيقة أين خبأتها شونغ ألم يعطيها لك قال إنه خبأها يا مولاي هنا في المدينة أي ألم يدلك على مكانه لا 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 ألم تحاول أن تستنطق حاولت أين هي لم يدلني يا مولاي على مكانه أتيت ومعك الراعي إذن ويدك فارغة وتاريخ مرز القديم مكتوب على ورق ولا يعرف أين هو أيها الكلب سأسحقك شونغ ألم تعذب عذبته يا مولاي حتى شونغ هل بحثت عنها جيدا لقد خبه هنا يا مولاي في المدينة الواسعة شونغ 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 سأقتلك سأقتلك لمن تركعون يا صغار الملوك لمرز سليل الأباطرة وأنت أيها الوزير لمن تلعق الحذاء لمرز يا سليل الأباطرة وأنتم أيتها الأبقار لمن تدينون بالولاء لمرز سليل الأباطرة وأنت أيها الحكيم أعرف ردك جيدا لمرز سيد العالم سليل الأباطرة هيا 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 سيرا لا 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 لن تريني هكذا سأعذبه حتى يعترف حتما سيعترف غني غني أيتها الممرورة ارفعي نواحك الآن عاليا غني لمرز المسكين سيد العالم سليل الأباطرة الفصل الثاني المنظر قاعة عرش ميرزا يضاء المسرح إضاءته الطبيعية الخافتة يرى ميرزا نائما على كرسي العرش الذي ازدادت القطوع في حشيته ينام ميرزا منكمشا في أحد ركنيه مستندا بذراعيه على أحد مسنديه دافنا رأسه بينهما كرسي العدالة يرى وقد غطاه الطراب ونسيغ العنكبوت أعضاء مجلس الرأي والمشورة العشرة يجلسون أمام منضظة الاجتماعات وظهورهم للمشاهدين يضعون رؤوسهم على أيديهم المرتكزة على المنضظة يسمع شخيرهم وأنفاس نومهم المنتظمة يسود الصمت تماما إلا من الأنفاس المنتظمة للنائمين مولاي 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 لا فائدة يتملم الميرزا في نومه يفتح فمه ثم يغلقه دون أن ينطق يزداد تملم الميرزا ليوضح ما يعانيه يفتح فمه كمن يريد الصراخ من كابوس ينتابه ولا يستطيع تتغير الإضاءة لتسبح القاعة في أضواء رمادية كضوء فجر يكثر فيه الضباب تركز إضاءة زرقاء غامقة على ميرزا الذي تسمع حشرجته النائمة تتلون الأضواء المركزة عليه يسود الظلام الناحية اليمنى من المسرح ويغطي أعضاء مجلس الرأي والمشورة بحيث لا يبدون طوال حلم ميرزا ترتفع أصوات أنفاس ميرزا نائمة يرتفع صدر ميرزا وينخفض في سرعة كمن يلهث أيها الرائل كلمة منك كلمة واحدة فقط كانت ولكن لا سيدة كان علي أن لا أبد أن تعترف بل يجب أن تعترف قل قل أين خبأت أوراقك لعينة هيا انطق قل هيا اعترف ميرزا في انتظار كلماتك هيا اتكلم قل قبل أن يفوت الأوان قل قبل أن يقع ما أخشى خذ ميرزا ميرزا لا يخشى أحدا خذ أيها الرائل العين انطق كلمة واحدة منك ويسود السلام كلمة واحدة تنطقها ويذوب العذاب كلمة واحدة منك أيها الرائل حبيب أنا أخوك أنا راعي مثلك أتتذكر أنا حبيبك أنا ماذا لو ساد هذا العالم راعي يا صاحبي أهذا يسوءك لا بل يجب أن ترفع رأسك فوق السحب حقيقة أنا أخفي الحقيقة ولكن ولكن ما هي الحقيقة لقد نسيت تماما من أنا يا صديق لن أعذبك لن تمتد إليك يدي سأقطعها قبل أن تلمسك لن أسبك سأحفظ لساني داخل فمي لكي لا يلعنك لماذا تنظر إليها كذا ولا تنطق حاقد علي لك الحق في ذلك تريد أن تنتقم تريد أن أركع لك لا 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 لن تفعل بي ذلك فأنا مرز الإمبراطور هيا هيا تكلم هيا أنا أعرف أنك ترفي الآن لمرز المسكين تريد ضمه إلى صدرك لتبكي معه هيا هيا أيها الراعي الحبيب سأنصبك إمبراطورا على بلد كبير سأمنحك كل ما تريد ستنسى رقبة الكهف الموحشة رائحة العطل الخانقة سأنسيك الحن للخلاء للفضاء للأرض الواسعة ستتكلم الآن الآن ستعترف أتضحك علي أيها اللئيم أتلعب بي أيها الخبيث ماذا تريد من مرز المسكين أيها اللعين أنا لست صاحبك أنا لست حبيبك أنا مرز الدمعوي الذي سيظل يعذبك حتى تدله على مكان أوراقك سأدمر هذا العالم بحثا عنها قبل أن تلمسها يد قبل أن تراها عين قبل أن يعرف ما بها إنسان سأخنقك لا 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 لن أخنقك سأعذبك سأعذبك خذ 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 أنت أنت ما ذكر لك ما ذكر لك ما ذكر لك ما زلق البك يا دق أيها الحكيم أشرع أيها الحكيم وأنقذ حياة هذا العين حياته وحياتك أتسمع لن يموت قبل أن يعترف أن لن يموت يا حكيم ها هو يفتح عيني يبتسم أيها الراعي حياتك بين يدي حكيم مرزة سليل حكماء إمبراطوريتي لن تموت لن تموت مولاي 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 نوم مولاي رائع وعميق دائما ماذا تريد؟ حاولت إيقاظ مولاي أكثر من مرة من نومه ولكن قائد الحرس قد عاد منذ زمن من رحلته ويطلب الإذن بالمقابلة أدخل أي فرحة خبيثة يراها مرزة تلمع بها نظرتك أي جديد عرفته أيها الوزير من قائد الحرس ليرسم هذه الابتسامة الميتة على فمي لا شيء يا مولاي لا شيء إلا إصرار قائد الحرس على إيقاظك لإبلاغك طلب الإذن بالمقابلة فقط أقسم يا مولاي لا لن أصدقك هيا أدخل علي قائد حرسي صاحب الملابس المزركشة هل أصابك الخرس يا قائد الحرس عفوك يا سليل الأباطرة قلها مرة أخرى ردد ما قلته ثانية عفوك يا سليل الأباطرة لم يعثر إذن على الأوراق بعد لم يقرأها أحد ماذا يا سليل الأباطرة أتسأل مرزة أم مرزة الذي يسألك عفوك يا سليل الأباطرة كفا كفا هيا أصرد علي ماذا فعلت كيف نفذت أوامري عفوك يا سليل الأباطرة هل هذه الكلمات الثلاث هي كل ما تعرف من مفردات اللغة عفوك يا مولاي فقائد حرسك لم ينطق قبل ذلك في حضرتك حقيقة يجب أن تتعثر الكلمات في فمه أن تخرج خفيضة ذليلة من الخوف مرتعشة مسلوبة الجرس من الرهبة ولكن يجب أن أسمعها في نهاية المطاف أتسمع؟ أنا؟ أنا لا أعرف كيف أبدأ يا سليل الأباطرة لم تعد لمرز القدرة على أن يضحك من القلب أقسم بمرز نفسه لو لم أكن أريح كرسي عدالتي لقمت الآن إليه لأقتلك لقد 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 طفت أنا وجند الحرس بجميع بلاد إمبراطوريتك الواسعة يا سليل الأباطرة هل انتشرتم بين الناس كل الناس لتسمعوا ماذا يقولون عني؟ هل أرهفتم السمع لتلتقط آذانكم ما يدور من همس كل ما يدور من همس هل انطق الناس لا تتكلم عن مولاي سليل الأباطرة حديثهم عنك يا مولاي هو التمجيد بعظمتي أسكت أنت يا وزير أيها المتملق الحقير ألا ألم ألم يتحدث أحد عن أشياء أشياء تمثل لا لا كفا كفا هيا أخرق هيا انتظر وهنا هنا في المدينة ألم لا أحد ينطق باسم سليل الأباطرة الكل مشغول بعالمي أنت سيد عالم الجميع يا سليل الأباطرة هيا امضي أيها الحمار الذي لا يعرف كيف يحادث أباطرة هيا كنت في انتظار أوامري يا وزير مولاي لا أريد أن أراك هنا لك أن تسعد يا مرزا لم يعرف أحد إلى الآن من كنت قبل أن تجلس على عرش الأباطرة لم يعطر أحد على أوراق الراعي الكهل يذيعها هل ما زلت يا مرزا سليل أباطرة ولكن ولكن ربما عثر عليها أحد في هذه اللحظة الآن لا لا لم يحدث لم أنتظر لم أنتظر شت 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 يا أبقى يا أعضاء مجلس الرئي ومشورته أربعون يوما كاملة وأنتم كما أنتم جالسون هكذا ولم تصلوا بعد لحل المشكلة هل يطعمكم مرزا الإمبراطور لأسمع فقط شخيركم هيا هيا اعرضوا علي حلولكم لم نعرف يا سليل الأباطرة إلى الآن ما هي المشكلة أولا نسيت أن أعرض عليكم المشكلة أربعون يوما كاملة تجلسون هكذا دون أن تفكروا لماذا تجلسون هكذا هيا هيا التفتوا إلي مرزا مرزا يريد البحث عن شيء مدفون في أرض المدينة ليس لكم أن تعرفوا ما هو ربما كان في جدار منزل في جدار قصر في جدار كوخ في الأرض الخلاء في شارع في زقاق أتسمعون نحن نسمعك يا سليل الأباطرة مرزا لم يستطيع البحث عن هذا الشيء بمفرده لم تستطيع ذلك يا سليل الأباطرة ولا يستطيع أن يجعل غيره يقوم بهذا العمل فربما أدى ذلك لكشف السر وإذاعته لم يستطيع سليل الأباطرة أن يجعل غيره يقوم بهذا العمل سرطا كيف إذن أبدأ بالبحث عنه هذه إذن المشكلة وعليكم الآن حلها هيا 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 فكروا فكروا تحركوا وفكروا فكروا فكروا هيا 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 عرضوا علي حلولكم ها انطقوا لم نصل بعد لحل للمشكلة يا سليل الأباطرة ومتى تصلون لحل لها عندما نصل لحل لها سمطا يا أبقار سمطا وكنت أسأل نفسي دائما كيف تنطقون كلاما موحدا ماذا لو دمرت المدينة أحرقت كل ما بها بيوتها شوارعها ملاهيها قصورها فكرة موفقة لسليل الأباطرة ها ولكن ولكن ربما ربما كان ما أبحث عنه تحت التراب وعلى هذا يظل مدفونا سليما كما هو لم يحل بالشيء المدفون الخرام كما سيحل بالمدينة يا سليل الأباطرة وعندما يعاد تعمير المدينة ولابد من تعميرها بعد تدميرها ستقلب أرضها وعندئذ يعتر على الأوراق لا لا يا أعضاء مجلس الرأي والمشهورة الرأي رأي رأيك والمشهورة مشهورة مشهورتك يا أحكم الحاكمين يا سليل الأباطرة اجلسوا اجلسوا لا تظل وقوفا هكذا صمتا أيها الراعي الخسيس كلمة منك كلمة واحدة فقط كانت ولكن ولكن لا فائدة ألم تكن أوراقي أنا تحكي تاريخي أنا هي ملكي أنا إذن وليست ملكا للجميع يجب أن تصل إليها يا مرزا يجب يجب بأي ثمن يا وزير يا وزير نعم يا مولاي لماذا نديتك ربما لا ليس لما فكرت فيه فأنا أعرف حيالك جيدا إنه بخير يا مولاي من تقصد حكيمك المزجون يا سليل الأباطرة عليه اللعنة لا أحب أن أراه لا أريد سماع سيرته ولكن هل هل يأكل جيدا هل هل أين مفتح غرفته لقد سلمته أنت لي يا مولاي هيا هيا أحضر حكيمي إلى هنا هل هل أحضره مكبلا لا فك أغلاله قبل دخوله علي هنا هيا حاضر يا مولاي ايه الأبقار لا تفكر إلا فيما ستأكل في الوجبة التالية نحن فكرنا جيدا يا سليل الأباطرة والحل هو أن حل مولانا سليل الأباطرة للمشكلة سيكون أعظم حل لها آه 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 يا وزير خذ خذ سق الأبقار إلى غرفهم أغلقها عليهم جيدا هيا مولاي يا حكيم ألم تقتلك الوحشة ألم ألم تشعر برغبة جارفة لرؤيتي ألم إيه يا يا سليل حكماء إمبراطوريته المحكم عليه بالسجن إلى الأبد كم أرثي لك أتذكر كيف كنت أحكم عليك بالموت وفي اللحظة ذاتها أمر بالعفو عنك أترى أترى كم أنقذت حياتك إذن طبعا لا تفكر إلا في نفسك فقط أن يبقى مرزى هذا حسن أن يسقط مرزى هذا أيضا حسن لا شيء لا شيء سحقا لك سحقا للجميع ألم تكن سعلوكا عرافا تحدق في النجوم دون أن تنطق بما تسره لك؟ هذا الرجل هذا الرجل فليكن حكيما لي هكذا قلت أنا أنت أيها الحكيم مرزى أيها السعلوك مرزى ابن راع وراعية مرزى ليس ابن الإمبراطور حور مرزى ليس سليل الأباطرة لماذا تحدق فيه هكذا؟ هل سمعتني؟ لماذا لم تقتلك الدهشة؟ لماذا لم تسقط من وقع المفاجأة؟ كنت تعرف إذن؟ كنت تعرف وكنت لم يكن فيما قلت غرابة يا سيد العالم ليسير العجبة ها كيف؟ أنا سليل الأباطرة أنا مرزى ابن الإمبراطور حور أتسمع؟ لن يعرف ما قلته لك الآن أحد ستساقط ما أملك كما تتساقط الشهب لن يعرف أحد بما قلته لي يا سيد العالم كيف أيها الحكيم؟ كيف؟ وأوراق الرعي الكهل مدفونة هنا في المدينة في مكان لا أعرفه إنها تحكي قصة ميرزى كلها وماذا لو لم يحدث لميرزى ما حدث؟ ماذا لو ظل كما كان راعيا؟ لم تدرك أيها الراعي الصغير يا ابن بهادر ما جرى؟ المزمار في فمك تملأ قناته بأحلام فتن الفضاء حولك ملكك لا يحده البصر ورغبة رقيقة عندما تعتل الجبل بأن يتكاثر قطيعك ليملأ الأرض كلها يا حكيم كانت ليلة غارقة في السواد لا نجم فيها لم تخفي كثافة السحب ويد ضخمة تنحط على كتف الفتاة ونور في يد أخرى يبهره وسؤال من أنت؟ أنا راعا وحيد أين أهلك؟ مات أبي وتبعته أمي من زمن بعيد أين تسكن؟ هنا في كهف في حضن الجبل ومن يسكن معك؟ راعا صديق لأبي أين هو؟ ولم نجد كان قد اختبأ ليرى ويسمع ويسجل ما رأى وما قد سمع كان على قائد قواد الإمبراطور حور أن يعثر على ابن الإمبراطور الذي اختفى وإلا حكم عليه بالموت وكنت أنا الذي وقع عليه اختيار قائد القواد لأقوم بدور الفتى الذي اختفى كنت في مثل سنه وأشبهه والسيف على رقبتي سيكون اسمك رزع ولا تنطق إلا بما أسره لك وهبطنا المدينة وعشيت عيناي من وقدة الضياء وحاصلتني العيون وضمن الإمبراطور حور إلى صدره ثم ثم مات واعتليت العرش وقتلت قائد القواد وبقيت أنا أنا ميرزا سليل الأباطرة أنا ميرزا سيد العالم ستنقذني يا حكيم لا شيء حقيقي يتهدد سيد العالم تريد أن يسقط ميرزا إذن؟ لا تريد ميرزا أن يخرج من محنته؟ ربما كان الراعي كاذبا في ادعائه بأنه خط تاريخك في سفر يا سيد العالم لا 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 يمكن أن يكون كاذبا ما الذي كان يدعوه لأن يصر على أن هناك أوراق خطها ودفنها ليقرأها الجميع ويعرف من كنت قبل أن أكون أنا أجب أيها الحكيم أجب ربما استمرأ لعبته أتسمي ما جرى لمرزا ويجري لعبة راعي؟ هل ترى كرسي عدالتي؟ هل ترى غطاه العنكبوت؟ لم تعد تتضح معالمه؟ وهذا كرسي عرشه قد تمزقت حشايا انظر يا حكيم لا داعي لفرض الفروض ميرزا يريد أن يكون كما كان لن ينتظر يا وزير لم يهتدي أعضاء مجلس رأيك ومشوراتك يا مولاي إلى غرفهم لطول بعدهم عنها هنا هل أعيده إلى غرفته؟ أخرج من هنا أعلن العصيان والثورة يا مولاي سبعة ملوك جدد يا حكيم أسمعت؟ الإمبراطورة يا مولاي تريد؟ ماذا تريد؟ لا شيء أردت فقط رؤيتك أنت؟ أسمعت؟ يا سليلة حكماء إمبراطوريتي أسمعت؟ سيرت نتوسيرجة ترغب في رؤيتي أوحشتها انظر انظر هل أوحشتك حقا يا امرأة؟ انظر في عيني يا ميرزا وأنت ترى؟ لن يهو يا نجم ميرزا المتعلق لن يصيبه الضمار ليت ميرزا يعود ثانية إلى عالمه الطريق مغلق خلفك يا ميرزا أنت؟ أنت وحدك يا حكيم لن ينسلك ميرزا هذا الصنيع أنت تحبني ها؟ يبدو في عينيك هذا يبدو هذا في نظرتك بل يجب أن تحبني كيف أصل إلى الأوراق؟ كيف؟ يجب أن نحصل إذن على جميع الأسفار المدفونة يا سيد العالم كيف؟ أصدر أمرا يا سيد العالم بأن كل من يجد سفرا مدفونا يجب أن لا يفتحه أو ينقب فيه دعوة لفتح سر يا حكيم ستجد التبرير لهذا الأمر يا سيد العالم قبل إعلانه ما هو؟ ما هو؟ قرأت في إحدى مخطوطات القديمة يا سيد العالم بأن كتبا مدفونة قضت على أهل مدينة كبيرة كيف؟ كيف؟ الكتب يا سيد العالم كأي شيء حي يجب أن تتنفس الحياة وإلا فسدت ميرزا؟ ميرزا يريد كلاما واضحا؟ كيف قضت الأسفار المدفونة على سكان المدينة؟ أيها الحكيم لا أريد أن يبدو كلامك غامضا يحكى يا سيد العالم أن السبب في دفن الأسفار تحت التراب هو حكام المدينة في عصور سابقة للعصر الذي حلت فيه النكبة بأهلها ميرزا لا يريد أن يسمع حكاية ميرزا يريد أن يسمع تبريرا لحكم يصدره عندما حصل أهل المدينة المنكوبة على الأسفار المدفونة يا سيد العالم كانت أوراقها قد أصابها التلف تقصد أن أوراق الراعي أصابها التلف؟ هل جئت بك إلى هنا لبسط مأنينة كاذبة في نفس ميرزا أيها الحكيم؟ لا لا يا سيد العالم كان تلف الأوراق من نوع غريب كانت تنصر السم في كل من يحاول أن يفتحها ليقرأ ما بها ها؟ يكفي جرح صغير في أصابع اليد ليتسرب السم منه إلى باقي البدن ليقتل من يحاول أن يفتحها لساعته وكان الغبار الذي ينفض منها عند هزها إذا ما استنشقه أحد فإنه يظل يتقيأ ما في جوفه حتى المول أيها الحكيم سأمنح كسما أصيلا أكثر أصالة من سليل حكماء إمبراطوريتي سأصدر أمر الآن وزير اقترب يا وزيري اقترب مولاي ميرزا سليل الأباطرة يعود لإصدار أوامره من جديد هل ستأمر يا مولاي بإعلان الحرب على الملوك العصى سيكون اسكت سيتم هذا بعد أن اسمع جيدا أيها الوزير يعلن هذا الأمر على جميع أهل المدينة بل جميع أهل المدن بل شعب إمبراطوريتي جميعها كل من يجد سفرا مدفونا أوراقا خديمة مدفونا مخبأة يجب أن لا يفتحها وإلا 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 أصابته لعنة مرض ينصر السم في كيانه يا سيد العالم أسمعت كل من يحاول أن يفتحها ليقرأ سيقتل لساعته أسمعت ويجب على كل من يجد أوراق مدفونا أن يأتي بها إلى هنا إلى قاعة عرشك يا مولاي إلى هنا أسمعت وعليك أنت استلامها دون أن تحاول أن تتصفحها أيها الغراب وإلا أصابتك لعنة المرض الخبيث نعم 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 يا سليل الأباطرة هيا هيا الآن وأرسل الرسل إلى جميع أنحاء إمبراطورية الواسعة ليعلنوا أمر مرزا سيد العالم سليل الأباطرة ها 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 وتأتي الأوراق المدفونة إلى هنا يا حكيم لأبحث فيها عن أوراقي أنا سأمزقها سأحرقها مرزا مرزا يغتال ماضية يعود إلى حاضره إلى غده ها 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 كان عليك يا حكيم أن تقول لي حلك هذا من زمن مرزا مرزا سيعود ثانية ولكن إلى متى سأنتظر أيها الحكيم إلى متى سأظل أبحث داخل الأسفار التي يأتي بها شعبي إلى أن تجد ما يخصك فيها يا سيد العالم ربما طال الوقت يا وزير يا وزير مولاي أعلن للناس بأن يبحثوا عن الأسفار المدفونة الملعونة لا أن يبقوا في انتظار الصدفة للحصول عليها فليقلبوا أرض الشوارع الأزقة فليهدموا القدران سأبني لهم مرزا عالما جديدا 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 لم يكن كأسي ها أيها الحكيم أيها الحكيم لا مرزا مرزا أيها المسكين ألغي أمرك السابق يا سيد العالم أعلنت أمرك يا سيد الأباطرة وأرسلت الرسل انتهى سأنتظر يا وزير خذ الحكيم وأغلق عليه غرفته الفصل الثالث المنظر قاعة العرش وقد غطتها الأسفار يوجد ممر ضيق في منتصف المسرح يفصل بين أجداس الأسفار الموضوعة على هيئة جذرين يتحرك مرزا حركة صامتة دون هدف واضح في مقدمة المسرح يدخل الممر يجلس في مقدمته على الأرض كمن هده التعب يضع رأسه بين يديه أوراق جديدة يا مولاي ملأت الأوراق قاعة العرش يا مولاي هل أحملها إلى الغرف المجاورة أم هل يأذن مولاي بإحراقها ستظل الأوراق هنا سأقرأها ثانية ربما لم أتصفحها جيدا كان على مرزا أن يدقق جيدا في فرزها هذه الرائحة التي تملأ المكان هذا الغبار سيعود كل شيء كما كان أيها الوزير أليس كذلك؟ ربما اليوم غدا بعد غد وربما لا يعود أبدا الملوك العصاة لا أريد أن أسمع أنباءك التي تسوقها إلي أيها الوزير لماذا تقفها كذا؟ إجلس إجلس لا فائدة هل ترى أني لا أعرف إلى الآن ما تحويها للأسفار التي أتيت الآن بها؟ ومع هذا لا رغبة لي في معرفة ما بها ربما كان التحوي ما أبحث عنه ربما ولكن أدرك تماما أن هذا لن يكون لن يحدث لا فائدة هل هل ماذا تريد؟ اسأل مرزا سليل الأبهطرة بعد إذن مولاي هل أستطيع معاونة سيد الأباطرة في البحث عما يريد؟ تستطيع تستطيع أيها الوزير خذ افتحها وقرأ ما بها بصوت عال خال من حرارة الانفعال المصطنع الرخيص ها؟ هل تخشى أن تصيبك لعنة المرض الخبيث؟ نعم يا مولاي نعم وكيف تصفح مرزا كل هذا البناء؟ ولكنك يا مولاي مرزا سليل الأباطرة وأن؟ خادمك هيا قرأ هيا مولاي مولاي ليتني أستطيع أن أدفع عن مولاي هذا الأسى العميق كيف؟ كان في استطاعتك ذلك فيما مضى أيها الوزير إعلان حرب رغبات خسيسة وحشية تلهب الحماس دماء تراق عروش تهوي ليرتفع مرزا ويرتفع أمجاد رائعة صرخات النصر يا سيد الأباطرة والكؤوس ترتفع ويغرق مرزا في خمر نصره مرزا قاهر الأباطرة هل كنت تحب رافيا زوجتك أيها الوزير؟ نعم يا مولاي هل؟ نعم ولكنها لم تكن تحبك فعندما ضاجعها مرزا كنت تحاول دائما أن تسري عني جيدا أيها الوزير ليتني أستطيع ذلك الآن يا سليل الأباطرة ولكنك أنت الذي دفعتني لقتلها زوجتي خانتك معي يا سيد العالم أمرأتك خانتني معك سحقا لها هل تذكر يا مولاي ابنة الإمبراطور هكتور التي بعد أن نفذ سيفك في صدر أبيها هذا الإمبراطور الذي كان شعبه يعبد لقد جعلت ابنته تسجد لي هنا أذكر هذه الفتاة جيدا لقد صرخت ثم سقطت عندما دخلت سيرة وأنا أحتضنها كانت أياما رائعة دعك من سيرة النساء أيها الوزير دعك من سيرة النساء المقرفة ألقرأ الناس كل هذه الأوراق أربعون منها تحدثت عن حروب الإمبراطور هكتور قدك الرابع يا سليل الأباطرة ولا ورقة تتحدث عني أنا إلى متى تنتظر إلى متى ننتظر هل ستظل محدقا فيها كذا هل تذكر يا مولاي كفا كفا ميرزا لا يريد أن يقتر ذكرياته كمرأة عجوز تجلس أمام المتفاه أين ذهبت فتيات الحكيم لم يبق منهن هنا إلا الممرورة يا سليل الأباطرة وأين هي؟ هدها المرض هل تشم هذه الرائحة؟ أية رائحة يا مولاي؟ لا يهم فمرزى يشمها كم يبلغ عدد القتلى يا أيها الوزير؟ كثيرون يا سيد الأباطرة آلاف آلاف الآلاف أين دماؤهم؟ امتصتها الأرض يا مولاي آه هل تشم هذه الرائحة؟ كم يبلغ عدد النساء ألا إضاقعهن مرزا؟ كثيرات كثيرات يا سيد الأباطرة آلاف الآلاف الآلاف أين راحت لذة المضاقعة؟ هل رأيت أسدا أيها الوزير؟ ولكنك لم تصحبني في رحلات صيدي رأيت آلاف الأسود آلاف المرات لم أرى أبدا أسدين معا لم أرى أبدا قطيعا من الأسود آه كان مرزى عادلا أعدل من حكم هل نفذت الأحكام التي أصدرتها على كرسي عدالتي؟ كلها أيها العادل كاذب كاذب لا دعية للكذب لم ينفذ حكم منها لا 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 تدافع عن نفسك لا جدوى من ذلك ما زالت هناك قضايا عرضت على مرزا ولم يرسي فيها عدالته واحدة فقط قضية الراعي وزوجته الراعي ما زال في خدمة سليلة الأباطرة أصبح الوصيف الأول لها لم تعد ترضى بأن يتبعها أحد إلا هو أما زوجته هل وضعت هذه المرأة طفلها؟ نعم يا مولاي أليس في استطاعتي ذكر ذلك اليوم أيها الوزير أي يوم يا مولاي؟ أتذكر أنت يوم ميلادك؟ لا شيء يعادل في الحياة ذكر البداية أيها الوزير ألم أقل لك؟ لا شيء يبدو أشد قتامة من هذا الغبار الذي تثيره أنفاسك إنه يخنقني، إنه يبعدني عن ذكر البداية، إنه يحملني إلى اللحظة، إلى نهاية الطريق أين المولود الجديد؟ أتريد رؤيته يا مولاي؟ إجلس، إجلس برغبة رقيقة في أن أرى ميلاداً جديداً، هذا الشيء الصغير جداً، الذي يسعى للسيادة كما يسعى لخلق الأشياء التي يعبدها أتذكر كيف كنت أحلق ذقني بسيفي عندما تطول في ميدان القتال أيها الوزير؟ لم أبلل حده بنقطة دم واحدة، كنت رائعاً مولاي لا يناظره في العالم أحد مرة واحدة تبولت فيها على نفسي وأنا أضحك أيها الوزير مولاي يضحك من القلب دائماً هل تشم هذه الرائحة؟ إذا دفعت هذه الكتب أنا بينها، هل تتساقط إلى الداخل أم إلى الخارج؟ هل تبكي مرزا إذا مات أيها الوزير؟ مولاي سليل الأباطرة، لا يموت أين ذهب الإمبراطور حور؟ أبوه، قده، قده، هذا الجد الأخير، نهاية هذه السلسلة الطويلة، هل كان إمبراطوراً؟ كان أبى الأباطرة يا مولاي أبو الأباطرة وليس إمبراطوراً هل لا تخليت عن عادة حك رأسك بيدك القذرة هذه العادة؟ لا تنجب أفكاراً، ولكن تنجب بثوراً يملأها الصديد لم تجب على سؤالي أيها الوزير، هل تبكي مرزا إذا مات؟ لماذا لا تجيب؟ تجاهز نفسك بشحنها بانفعالات مأسوية مبكية، كفا، كفا، أجب لن أعيش بعد مولاي لحظة واحدة ماذا ستفعل بسكين تقشير البصل هذه؟ سأقتل بها نفسي في اللحظة التي التي لا تستطيع أن تكمل حتى لا تجهش بالبكاء ماذا لو قتلت نفسك الآن بها؟ الآن؟ جرب، جرب، هيا مولاي، أنا لا أستطيع فراق مولاي هكذا ولكن مولاك يريد منك أن تفرق لم تطلب مني يا مولاي الخروج من هنا؟ اجلس ضع سكينك مكانها ربما جاءت أسفار جديدة يا مولاي ميرزا لم يعرف ما تحويه هذه الأسفار بعد اجلس، اجلس، انتظر كيف أمرتك بشغل منصبك الخطير أيها الوزير؟ لا تذكر يا مولاي كيف قلتني وسام السلالة المتفوقة ورفعتني من جندي بسيط من جنود الحرس إلى وزير سليل الأباطرة؟ لماذا؟ تذكر كيف؟ ولا تذكر أبدا لماذا؟ نظرة سليل الأباطرة إلى الجوهر دائما نظرة صائبة أوه، 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 هذا الغبار، هذه الرائحة أذكر هذا اليوم دائما يا سيد الأباطرة، كان يوم زواج ميرزا بن الإمبراطور خور بسيارة سيارة الأباطرة، وكان ذلك اليوم يصدر لا تسرع، لا تسرع، هكذا في الكلام حتى لا تثير الغبار، أوه، أوه، هذا الغبار ولكنك لم تكن سعيدا يا مولاي، كانت تطل من عينيك نظرة حزن، وكنت تتلفت إلى قائد قواد والدك الإمبراطور خور، الذي قتلته بعد زواجك بليلتين فقط لم تكن مستقرا على عرشك يا مولاي يومها، كنت فتا صغيرا يا مولاي، كنت رقيقا قاسيا، تبدو حزينا وأنت سعيد، سعيد يحوطك الأسى قبلت قدميك يا مولاي يومها، لتأذن لزوجتي ذيرا بأن ترقص لك تعبيرا عن فرحي، وفرحك بزواجك، رقصة عارية، وكنت، كنت مولاي، مولاي تذكرت امرأة عجوزا، فاقدت أبناءها الثمانية في لحظة واحدة انهار عليهم جزء من الجبل، كانوا يحتمون به من إعصار كانت معهم، ولم تمت، كان صمتها بعد الكارثة بليغا مؤثرا ألم تقرأ بعد هذه الأسفار؟ ألا تنفضها حتى لا تثير الغبار؟ افتحها ما؟ مولاي هل... هل... زوجتك يا مولاي سليلة الأباطرة، ووصيفها الأول هل نفضت الأوراق أيها الخنزير؟ ألم أقل لك لا تثير الغبار؟ ما أفضع هذه الرائحة مولاي، الإمبراطورة زوجتك و... كان على مرزا أن يقرأها هو، هاتها مولاي، الإمبراطورة زوجتي سيرا، دعها تنتظر لا أميل لمعرفة ما بهذه الأوراق أشياء كثيرة قرأتها عن النجوم، عن الشمس، عن الأرض، عن النساء، عن الرجال، عن الأباطرة أه، هل ما زالت سليلة الأباطرة واقفة؟ أذن مرزا لها بالقلوس هل قلستي؟ اسألها ماذا تريد، ولماذا لا ترد، ماذا تفعل هنا؟ أه، أين هي؟ أه، أنت؟ اقترب يا سيرا، اقترب اجلسي، رائحة الغبار هنا خانقة، ستتعود أنفك حالا هذه الرائحة أه، لا تريدين القلوس، أنت وشأنك؟ لا، أوهامر جديدة، كيف؟ أوه، ها، كيف عطرت رائحة الغبار يا مليكتي؟ اجلسي، اجلسي، سأسمعك كلاما من القلب، من القلب أميرة الغالية، لا داعي لطلب المعرفة يا مليكتي، لا داعي لها كيف أصبحت يا سيرا هكذا؟ هل تغير مرزا الإمبراطور؟ أم انقلبت زوجته السيرا إلى امرأة رائعة، رائعة يا أميرتي، رائعة وكأني أراك الآن ليلة زواج منك، دعيني أقبلك، لا ترغبين في ذلك، لا يهم، دعيني أراك عن قرب، اجلسي، لأتحسسك بعيدا عن الفراش، لا أستطيع كما ترين أن أذهب إلي، فأنا أحرس هذه الأسفار، ربما وجدت فيها ضالتي، ولكني قرأتها مرتين، ثلاثة، أربعة، ولم أجد ما أريده فيها بعد، يجب أن أجد أوراقي، لكي أخري القاعة من كل هذه الأسفار، لأجلس على عرشي ثانية خلف هذا الجدار الذي ارتفع بل أسفله يا سليل الأباطرة أنا أحبك الآن، هل تسمعين يا أميرتي؟ أحبك، ليتني، ليتني هل تذكرين كيف قبلتك أول مرة؟ كنت أريد أن أظل معلقا في الهواء دون أن تمسق دماي الأرض الراسخة هل فات الأوان؟ كنت أخشى الرقادة إلى دوارك هل لا؟ هل يسمح لي مولاي بالخروج من هنا؟ اجلس ولا تتصنع ما ليس في طبيعتك ربما جاءت أصفار جديدة يا مولاي لا داعي لاستلامها الآن، هل قرأ ميرزا كل هذه؟ اجلس، اجلس، سييرا، سييرا، لم يستطع ميرزا أن يتكلم أبدا معك سييرا، لماذا لا تردين علي؟ لا يستطيع ميرزا كما ترين أن يقول لك كلمات الغزل لقد أصبحت الرائحة هنا خانقة هذا الغبار لماذا لا يسود الظلام؟ نهار ليس له آخر سرصار، هذه الحشرة إنه سرصار يا مولاي قتلت لن تستطيع ذلك غدا سيمتلئ المكان هنا بألف ألف سرصار وألف ألف فأر هذه الأوراق يلزمها من يتغذى عليها دائما لن يأتي الدود إلى هنا هذه الحشرة سييرا زوجتي سييرا أميرتي سييرا مليكتي خرجت، خرجت مولاتي يا سليل الأباطرة دون أن أحتضنها ستعود إلي حتما فالرغبة تلهبها ولكن لن أترك الأسفار وحدها علي أن أحرسها هل هل قلت إن الراعي الصغير أصبح الوصيفة الأولى لزوجتي؟ ويقال يا سليل الأباطرة إنه هو هو الذي يخدم الإمبراطورة داخل الحمام وهي تختزر عارية لا تنفعل هكذا أيها الخنزير يبدو أن هذا الغبار اللعين يتجاوب معك يقال كذلك يا سليل الأباطرة إن زوجتك الإمبراطورة زوجتك تحمل مولاي أقصد أنك ستكون سيكون لك طفل من سليلة الأباطرة عن قريب كلام تحمله الأفواه إلى آذان الجميع أنا لم أقرب سيرة من زمن بعيد ربما حمل الحياة إليها مني هذا الهواء هذا الغبار أسكت أغلق فمك يجب أن لا تثير الغبار ستحمله صدقتنا على الركود هيا هيا افتح الأوراق واقرأ ما بها أنت تتعمد أيها الوزير أن تنفخ الهواء من أنفك بطريقة تثير الغبار لتثيرني عليك أن تلزم حدك لا لا تنهض من أكلمه إذا قمت وتركتني بمفردي هل ما زال الحكيم مكبلاً لا 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 أحب أن أراه الآن لن أستدعيه لأجل سمعه نلتقي؟ أنت؟ انظر هذه الناحية رتبت أنا الأوراق بهذه الطريقة وتركت مكاناً للجلوس هنا مرزا يفكر في الغد كان اليوم غداً لأمس هل ترى هذا الكتاب؟ إنه يخرج عن النظام الذي أحشقه يجب أن يدخل قليلاً ليستقيم القدار هل تشم هذه الرائحة؟ ألم أقل لك لا تثير الغبار بأنفاسك المتلاحقة؟ ماذا لو ثار الغبار؟ ما أفضع هذه الرائحة افتح هذه الأسفار الآن هيا إلى متى أنتظر هيا كل سفر من هذه الأسفار عرفت من قدم به إلى هنا اسمه سنه صناعته لا فائدة علي أن أتصفح كل هذه الأوراق ثانية ربما كان ما أريده متسوساً داخل كلمات لا تمس مرزا ولكن كان علي أن أقرأها جيداً اف اف هذا الغبار وهذا السفر من قدم به إلى هنا؟ هذا هذا أحضره تاجر اسمه نسيت اسمه يا سليل الأباطر لا يهم عفر عليه تحت جدار منزله بعد هدمه اقرأ ما بداخله لا تخف اوه لا تنفض الغبار لا تقترب بأنفاسك منه أنا أعرف أنك تتعمد ذلك لتثيرني اه السحر الأسود ما السحر الأسود كفها كفها خمسة أسفار تحدثت عن السحر الأسود هنا اه هل تعرف أيها الوزير بأن مرزا يستطيع أن يحيلك إلى أي شيء آخر إلى شجرة صفصاف تساقطت أوراقها صفين من شجر الصفصاف ألم أقل لك لا تصل الغبارة بأنفاسك وهذا صحي أسقط هل قلت إن السيارة أنجبت لم تلد بعد يا سليل الأباطرة شعبك يا مولاي ينتظر لحظة الميلاد لحفيد الأباطرة سيتم ذلك عن قريب كيف يبدو الآن هذا الراعي الصغير الوصيف الأول لسيارة سليلة الأباطرة زوجتها كيف يبدو هذا السفر يخصه يا مولاي أعطاه لي ألم أقل لك لا تثر الغبارة بأنفاسك أنا أسألك كيف يبدو هل هل عفر علي هنا تحت جدار قصري بعد هدمه قال إنه لم يكن مدونا ولكن خاشي أن يكون حاملا للمرض الخبيث ألم أقل لك لا تسجع في الكلام هكذا حتى لا تثير الغبار ويقول يا مولاي إن الراعي الكهل أسيرك الذي مات يا سليل الأباطرة هو الذي سلمه السفر ليلة وصوله إلى القصر مقبوضا عليه لن أستطيع أن أخسر لك تكثيف الغبار الخانق حولي بعد ذلك كان السنغ لحظتها يفتح الغرفة ليدخله يا سليل الأباطرة ويقول الوصيف الأول لسليلة الأباطرة إن السفر كان مدفونا في ثياب الراعي الكهل الداخلية وإن سنغ لم يلحظ ذلك ها؟ سنغ؟ سفر الراعي الكهل؟ ها؟ لا يوجد به شيء نه لا يحوي يا مولاي لا أربع كلمات فقط تاريخ مرزى سليل الأباطرة كل صفحاته خالية بعد ذلك يا سليل الأباطرة لا أيها الراعي أيها الحكيم أنا أنا سأختنق سأختنق لا هذا الغمار هذا الغمار أوراقه بيضاء بيضاء جميلها ولكن ولكن توجد به أربع كلمات فقط تاريخ مرزى سليل الأباطرة لا يوجد يا مرزى أربع كلمات فقط يا سليل الأباطرة أربع كلمات فقط يا سليل الأباطرة مات مرزى سليل الأباطرة مات مرزى سيد العالم وهكذا تنتهي مصرحية مرزى مات مرزى قام بالأداء حمدي غيس في دور مرزى عبد الرحمن أبو ظهرة الوزير إحسان الألعاوي سيارة إبراهيم عمارة الحكيم كمال حسين قائد الحرس حسن عبد الحميد صنغ بالاشتراك معه عبد العزيز خرشد محمود حجازي جبرى عبد المنعم محمود أبو النصر محي اسماعيل محمود السيد زكريا الخطابي خيري الأليوبي عيشة سالم إيمان فريد محمد بهجة محمود السباعي محمود كامل وقام بدور الراوي حمزة الشيمي سجل المصرحية طلعت وهب مرزى مسرحية من ثلاث فصول تأليف مصطفى بهجة مصطفى إخراج الشريف خاطر موسيقى